موسيقى بموجب القرار رقم صفر اثنين المؤرخ في خمسة وعشرين مارس الفين واربعة وعشرين قام مرشح التحالف من اجل تشاد موحدة محمد دليس دي بي اذنو بتعيين اعضاء المديرية الوطنية لحملة الانتخابية الرئاسية والمقررة في يوم ستة مايو الفين واربعة وعشرين ادارة الحملة مكونة من تسعة وعشرين عضو وخمستعاش مستشار ومحمد زينبدا الامين العام لحزب البرلمان هو مدير الحملة والثاني هو توبونا كاسليسيون من اي ان دي ار لصالح كبزابو والنائب الثاني هو وزير التخطيط الاقليمي الحالي محمد السليك حالاتا ممثل المجموعة السياسية العسكرية السابقة للاتحاد القوى من اجل الديمقراطية والتمنيمية واليزعمها محمد نوري اما منصب نائب الثالث مشالي اندلونجي اليكس نامباية من حزب ا ار دي وامينة الصندوق العام هو صاحب النفوذ ادريس يوسف بوي ووزير ومدير الدوان امينة بريسيل لونجو ستكون مسؤولة الاتصالات للرئاسية وبموجب القرار تقوم مديرية الحملة الوطنية بانشاء حياة لا مركزية للحملة على مستوى المقاطعات والادارات والنواحي والكتنانات والقرى تعرضت دورية لجيش التشادي المنتشرة في ولاية محيرة تشات ضحية انفجار الغام في الوقت متأخرة في صباح يوم الاثنين خمسة وعشرين مارس وفي ملاحقة الارهابين التم لبلاغ من وجودهم في بلوتواء استضمت سيارتهم بلغم في غير اتراب تيتا في محياتهم وفي تيكو لياتيا وبولتو وبينما افات تقييم قدم مصدر عسكري من مقتل وجرح خمسة اشخاص اعلن رئيس الدولة مساء الاثنين سبع جنود قتله واصيب عدد اخر انطلقت اليوم الاثنين محاكمة الاختيال الصحفي مارتينيز زوغو امام المحكمة العسكرية في يا وندي عاصمة الكاميرون واليوم يمثل سبعة عشر نادم متهمين بالقضية دي وفي يا وندي بعد اكتر من عام من التحقيق ومن بين المتهمين جامبير اموجو بلنجا العامل الاقتصادي والمدير الاعلامي وكذلك ماكسيم ايكو ايكو المدير السابق للمديرية العامة للبحث الخارجي دي جي ار اي والملاحقة للقضائية بتهمة التواطي في التعذيب بالاضافة لثلاثة من هؤلاء المتهمين من اختيال ويحاكم مارتينيز ستيفيان سافوم عمدت بلدية بي بي في المنطقة الوسطى بتهمة التواطي في قتل وكل الاثارة للاهتمام دي بالنسبة لي ان يكون لدى الصحفيين ورئيس قناة امبليتيت اف ام مارتينيز زوغو جسدا راعا وعميلا مقترحا وسيتم مبثة في اتنين وعشرين يناير الفين ثلاثة وعشرين وفي ياوندي مرتبطة بالتعايش العاطفي في كل مكان وفي جميع انحاء البلاد اقدت لجهة السياسية النقدية سي بي ام لبنك دول وسطة افريقيا بي اي اي سي دورتها العادية الاولى لسنة الفين واربع وعشرين يوم خمسة وعشرين مارس في مقر البنك في ياوندي الكاميرون وفي نهاية الجلسة تحدث محافظة منطقة بي اي ا سي والرئيس القانوني للمؤتمر الاطراف العامة بوصفة اجتماع الاطراف في بروتوكول كيوتو ايفون سانا بنغي مع الصحفيين من منطقة دون الاقليمية عبر مؤتمر عبر الفيديو وسمحت الدورة العادية للأولى العام الفين واربع وعشرين للجنة السياسية النقدية ببنك دول وسط افريقيا برئاسة الوضع الاقتصادي وافاق الاقتصاد الكلي للمستوى الدولي وشبه الاقليمي ويبدو معدل النمو في منطقة الجماعة الاقتصادية النقدية لوسط افريقيا لعام الفين واربع وعشرين من المتوقع يوصل لثلاثة فاصل ستة بالمية مدعوما بشكل اساسي بالاداء الجيد والانشطة الغير نفطية ويبلغ معلقة التضخيم خمسة فاصل خمسة بالمية وصل وزير الصحة العمومية والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم لاقليم تنجيلي بعد ظهر اليوم 25 مارسة اجرى رئيس ادارة الصحة العامة والوقاية تبادل للأحاديث مع ولي ولاية الدمجية عبد الرمانة وقال الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم تهمته بولاية تنجيلي تتمثل في الاشراف للانشطة الصحية وقام باستقبال المؤقد للمستشفى الاقليمي الجديد التم تجديد بالاموال الدولة التشادية يعد بناء الحياكل الصحية جزء من عملية اصلاح النظام الصحي اشتركوا في القناة